ما فكرت تجي بي ولد؟ سارة حامل جربته تنفصله؟ بلطانية اي غار مجنونة مستحيل فيه بنات كثير يبعتون له مساجات لزيادة على السوشال ميديا يعني ما بتحبيني؟ نعم شو؟ ليه ليه بكيتني أصلا؟ هل عم تسأليني ولا عم تخانقيني؟ عيب هل عندكم عداءات في السوشال ميديا؟ هل فيه أحد تحسوا أنه ما يحبكم؟ أنا سوء صالة هلو حبايبي كيف أنا؟ أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج هوس الجمال لا تنسوا في عندنا جوائز مرة كثير على قناة مزاج طبعا لا تنسوا تشتركوا بقناة مزاج توصلوا الفيديو للـ 200 ألف لايك وتحت في التعليقات أكتبوا لي اسمكم بالكامل وأنتم من أي بلد سارة وزياد هلو والله وأخيراً كيفاً؟ وأخيراً أجد وأخيراً دعونا كده أول حاجة أن نبدأ قولي كيف تعرفتوا على بعض أصدقاء مشتركين هناك رفقات يعني بعرفون أنا من الشام وهيك طلعت معاهم أول طلعة لقيت في صبيك كثير حلوة الله الله نفسيتها حلوة وتبسط من أول مرة شفتها يعني يعني أنتوا كم ليكم مع بعض؟ عشر سنين تقريباً ما شاء الله تزوجتوا من بعد كم من علاقتكم؟ خمس سنين كيف موضوع الغيرة بينكم بالنسبة للرسائل السوشال ميديا؟ أنا بغيرك من الآخر لكن ليس هناك مساجات مزعجة قد لا ترى ناس تبعط له أولو هناك بنات كثيراً يبعطون له مساجات لزيادة على السوشال ميديا أحياناً يكون عادي أحياناً يكون لأ، ليس عادي أحياناً يكون مساعة أربعة الصباح مثلاً ساعة أربعة الصباح أصدقاء هناك أولاً أكلت بلوك أكلت بلوك وتعني رقم أنا أولاً أنا أكلت بلوك يا عمري كيف حالك؟ بلوك كان خماسي انه دغري شيرت الأكاونت لكل شي نسوان رفقاتنا عارفتي؟ عارفوا 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 يا بنات بيو ايب نعم الغيرة هي حب أكيد بس ما توصل لدرجة الجنان عارفتي شو نحن عنا درجة ممكن تؤذي العلاقة نعم نعم درجة الغيرة عندها التوب والله مرة نزلنا عالشام كان في واحدة يحتنشد من شعرها عارفتين على مطعم شي وزرود يعني فيه شوية عالم حولينا عم يتصوروا هيك ومدروا شو فقعدت واحدة بالمطعم عم سألت حدا بيشتغل المطعم إنه مين هدولني؟ ليش العالم تصور معهم؟ كان زياد عم يتصور مع شباب أنا كتوقفة لحالك عم راح الزلمة سأل سارة إلا شو اسمه هاب؟ عم قطله زياد عم رجع لعندها إلا اسمه زياد يعني بتعرفني فمسكت إيدها لسارة وفايتين على المطعم أنا ويها أنا مثل هاي عم راشي 28 سنة أنا هيك واقفة أنا هي قال ما عليش اتصور معاك قلت له ايه طبعا عم أنا واقف هون سارة هنيك هيك واقفة أنا وراء سارة عم اجيت وتندحش قدامي عم أنا شو قلت لحالي؟ يعني إنه توقف قدامي تصور صورة وأنا تسود عشتي ساعة كاملة بعد لا والله يعني أنا مدخلني بس حت عصر ما عملت شيء عم سكت له إيدها لسارة وشديتها هيك لقدامي عم اضطرت أنه توقف بعد سارة هي عم آخر شيء شو بتقلي تشرفت فيك بشوفك تلاقي إن شاء الله وين بدأت تشوفك؟ أنا الزلمي ماسك إيدي والخاتم هون وبشوفك أنا وانا عم لك طبعاً نحن ماشيين فكتير المطعم يعني الطاولات كتير قلي بع بعضها فبلشت سارة عرفها أنا في حركاتي تشوفها تباها هاي تنزل هيك اليمين إجابها عصبية ما رأي شو صر له مسكت له سوروا وطي صوتك بالألم يتقل علينا أنه أهدي هلا أهدي أهدي فأنا هو شيئ أهدي فهذا عرفتي فالشيئ أهدي أهدي أي هي كيوت حلوة أشبك الكبير بنات في حكوك أنا هلأت جاكرت عزاب ياهي تنكرون في ميزدجات كثيرة تسمي من بنات فيها قيام مضافة أنا عم برج لماذا قد تغاري عليها تحبي أيش السبب اللي قدت كده انك عادي بالله لي كيف يعمل لك في كتير مواقف ناس عادي مرحباً خلاص أي شباب لا منجد ليش قدي كده؟ إيش الأشياء اللي تحسي إنه ضعفها على حياتك زياد؟ هيك سند، أمان، حنان، موعف كل شي حبيبتل أي يعني فيه هيك يعني الشخص اللي ما بتطري قدامه أنك تبرري نفسك أنك تشرحي شو حاسة، أنك تشرحي شو قصدك بعيشي خلاص من النظرة، بفهم كل شي طب، ما عليش أبغى أسأل سؤال هذا الحب كله والغرام والعشق هل تتخيل في يوم ممكن أنه يقل؟ نعم أو ما يصير زي أول؟ لا، لأنه كان الناس كلها تقلي قبل أنه بكرة بعد الزواج رح تختلف حياتكم والحب يقل وعشت وأنا ببالي يعني أنا مرسومة هي براسي فكرة أنه أنه كل الناس بيحكوا لك هيك، ما حدا بيعطيك هي الجملة بالعكس لحتى عشتها وأنا لا بقول لكل العالم مصاحة لحكي هذا الشيء بإيدك يعني أنت والشخص اللي أنت معه يا بتشتغلوا سواء على العلاقة تتنجحوها أكتر يا خلاص، يولتكو ما أكتر شيء في حياتك عصبك؟ موقف تفتكروا كنت منت أنت بس أبغى اللحظة التي كنت فيها مرة ما عصبت أنا ما فيني أولى آه طب قل لي إيش عملت؟ ولا شيء، ما كان بقدر أعمل شيء طب بس قل لي هي كانت مضاربة أو كانت تفاهم؟ لا لا لا، هو قرار كان آه، أوكي ما كان منيح نهائيا، كان كثير سيئ، كثير كان جربتوا تنفصلوا؟ لا، أكيد لا أكيد لا أكيد لا؟ هذا، هذا أخي الله يخليكم لبعض، يقول لك أكيد لا أكيد لا، ما أحسيبها، أحسيبها المين؟ أكيد لا، بس أنه موقف كان معحل ومرأة الحمدلله طب قل لي متى آخر مرة بكيت؟ لما توفى جدي، الله يرحمه لا يرحمه لأنه كثير يحب أكينات فأي، لما كنت صغير كنت كثير معلق فيه فلما توفى بكيت كم لي متوفى؟ من 2016 أو 2017 توفى صلوا خمسة سنين تقريباً طب إذا طلبت منك أنك أنت كده توجه له كم كلمة؟ بوجه له لإله، بوجه لستة أما لماما كمان توفيت من ثلاثة أربعة سنين الله يرحمهن ويجعل مسواهن الجنة بحبهن كثير والله يجمعنا فيهم بالجنة إن شاء الله كلمة كده الجدك؟ بحبه الله، الله يا زياد هتبكيني أنا والله بحبه، لأنه كان رجال مرفتي رجال يعني بفتخر فيك وبيفتخر ببابا كثير يعني عندي بابا بيسوى الدنيا كلها قدوتك في الحياة؟ والله، مو بس بالحياة بكل شيء الله، لاحي رسالة لأبوك والله يخليلي إياك ويديمك فوق رأسي يعني ما في رسالة تحكي عنه أو توصفه ولا بشيء أبداً يعني شيء عندي مقدس بصراحة الله، الله يخلي لك هو ويخليلي هاي البنوتة الحلوة لأنه هاي كمان عندي إياها بالدنيا وأخواتي وماما أكيد يعني بس الله مين قدوتك في الحياة؟ أنا أخوالي أخوالك؟ ليش؟ لأنه نسند عن جد بمعنى الكلمة هلأ واحد منهم توفار الله يرحمها الله يرحمه يا رب الله يخلينا عندك خالان؟ جاس طب، كيف علاقتك مع مامتك؟ ماما؟ ماما مثل أختي ماما أحيانا أحيانا بيشتب بنتي مو أمي كمان؟ أنا أحياناً كذلك دائماً أنا خايفة عليها أكثر ما هي خايفة عليها دائماً أشوفها إذا كلها تكلّي أوضاعها تمام مفي شي عندها أيحدة بيزعلها أيحدة شي تلاقيني فوراً أنا، شو أنا أحياناً تخانق مع العالم كلها كرمالها ما عندي مشكلة قولي لها الرسالة من القلب ماما؟ ماما بحبها ماما تاج على رأسي كل عمري عندي إياها يعني يعني أغلى شيء بحياتي ما بقدر إلا غير إني بحبها كثير الله الله أبغاكم كده شوية تحكوني عن بنظركم إيش هي الشيء المهم لازم يكون في العلاقة عشان تنجح ليس بس حب لازم يكونوا رفقات يعني نحنا ليست 24 ساعة زوجين نحن نحب بعض يعني ليس دائماً بحكي معها حديث كأني عادي مع رفيقي أيضاً بحكي الحديث حلو عرفتي فاهم ايه فاهم وفيه تفاهم وفيه محبة وفيه رحمة ما فكرت تجيبي ولد؟ لسه إن شاء الله يعني أنتوا الآن ما بتفكروا إنكم تجيبوا أولاد إن شاء الله نعتقد من هذا المنبر إن شاء الله قريباً تفضل يأتيك بنت أو ولد دحين كل شيء من ربنا حلو عارف الجواب لا تعطيني الأجوبة الباسك أكيد بس أشت أشت تفضل هلأ يعني أنت فعلياً أي واحد تسأليه بإيليك صبي بس أنا بإيليك بنت الله ليه لأن البنات حناين الله سعراء يا عملي مره واضح يبغى أحد زيك خلاص أنا معك أبغى حاجة منكم أنت الأتنين أول حاجة أنت أنسي أن زياد جالس طاري في كاميرتك وأتكلمي مع زياد شكراً أنك السنة أنك الداعم الأول لقلي أنك جنبي بكل الأوقات الحلوة والمحلوة وبسحبك كملي حلو لتحكي وإن شاء الله السنين الجاي بتكون كلها أحلى ونجاح مع بعض بس أحبك 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 خلاص حبيبة اللي زيادة فضل دورك أنا لا أعرف شو بدي أقول بس الله يخلي لي آكي أحبك قد الدنيا و الله يقدرني ضل هيك معيشك عيشة حلوة ومبسوطة فيها وضل مقدرك بس إن شاء الله يعني إن شاء الله دائما هيك بظل مبسوطة وعن بتطحفك أنا بعت لي هيك زوجة صالحة وصراحة ملسوس ما في منها ما في من حنانة وما في من حنيتة علي وعلى كل اللي حواليها وتحب كل العالم فقط الله يخلي لي حبيباً حسناً نتحدث قليلاً عن السوشيال ميديا هل دخلتوا في السوشيال ميديا قبل أن تتزوج أو بعد أن تتزوجت؟ بعد أن تتزوجنا كم لكم علينا الآن؟ صلنا سنتين ونصف قريباً تعرفنا على غيث مروان أول 2019 لم يكن يعيش بلاي أنا ومتسوس طبعاً يا حرام يا حرام بس بعد فترة بعد بشي ستة شهر يعني من ما تعرفنا عليه قال لي زياد ما تفتح أكاونت الإنستجرام عندك بوبليك لماذا تضعه برايفت؟ قالت له حبيبي مرتي بطغار مجنونة مستحيل المهم فتحت أكاونتي بعد بشي ستة شهر فتحت أكاونتها بوبليك أه أنت قبلها قبل بشهر كنا نو برايفيسي وأنا مرحة حياتي للعالم لدينا نشارك حياتنا وهي خصوصية ومدري ما شو بعدين بعدين خصوصية تبكي كل ماوية خصوصية أنا قاعدة تبكي ما رأيكم في الناس اللي موجودة في السوشيل ميديا كيف تصنفوهم أو ما رأيكم فيهم أوكي لهم تصنيفين في حوالينا أقل 12 أشخاص هذول إخوات ومن ثم أصحاب وشغل حلو القسم الثاني يلي هنشغل يعني ما تقدر توثق بناس من السوشيل ميديا مو كلهم بتحس إنه كفوا أكيد لا ما بوثق فيهم كلهم أكيد هل عندكم عداءات في السوشيل ميديا هل في أحد تحسوا إنه ما يحبكم أو بيتكلم عنكم أو كلها تعرضتوا لمواقف زي كده نعم كيد صايرة بس نحنا يعني سارة أنت دايقتية بشغلة تمام بتعصي بتهادا أنا ما عاد تطلع بيوشها نهائيا أنا 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 بترجع تجتمع فيكي هرفتي بتسلمي عليها خلاص أنا أكتر منها لكن أنا واصخ مليون بالمئة نحنا صاير معنا هذا الموقف قبل بس أنا واصخ مية بالمئة إنه مو كرة طب مشاكل الكابلز في السوشيل ميديا أش رايكم فيها؟ دراما دراما اش رايق vedelp تغلوا علاقتهم لا يعملوا بل بلى لا يجبوا ايه مثلا طب وعلاقات الكابلز والكابلز أو ترقنا أو يعملوا دراما مع كابل ثاني أو يتخانقوا مع كابل ثاني أو من فترة قريبة أو هنالكابلز يتخانقوا مع بعض من فترة قريبة من مو من زمان هناك اثنين كابلز مع رؤيتين مرة كثيرة مرة كثيرة كمان ما حندن نذكر اسامي كمان صار فيه شوشرة بينهم كتير ناس أخذت صفين أنه لا هم بيمثلوا بس الطرف الآخر لا هذا حقيقي وبيتضاربوا حتى لو حقيقي ليش لا يطلع على السوشال ميديا متى ما أنت وصلت المشاكل الموجودة للسوشال ميديا أنت بدك أها تطلع بعدين يعني 90% محقيقي خليني أسألكم دحين سأقول لكم أسامي أشخاص وأبغاكم توصفوهم بكلمة سالي وأحمد سالي وأحمد أخواتنا أخوات عن جد مو بس رفقات يعني أكثر الناس نحن من قضي وقت معهم خارج السوشال ميديا مو شرط يكون في تصوير أو شي فعلا فعلا يعني عائلة هذا الشخص الجميل جدا وهاي الشخصة كبير جميلة جدا أوكي أنا سؤال سارة أخوات وحبايب وداعمين أنا أحس أنه جد أنا وزيادة كليش مصيدنا مع أريبة من ناحية لا تسالي لا لا من ناحية تعامل مع الجلس الآخر طيب تتعاملوا مع الجلس الآخر معدكم غير هنا حلو طيب بغيت مروان والله شو ما حكيت في لهذه الزلمة أنا متوقع عيسد أنا متوقع عيسد أنا حسو أخي الصغير متكون مشروحة لأنه أخي وسند ويعني كثير الله كثير قريب الله يخليكم لبعد كافوا ثاني 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 سلات حركي مبروك الله يبارك فيك الله كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة خليني أفكركم أنه عندنا جوائز على قناة مزاج ممرة كثير وممرة حلوة مختلفة طبعاً لا تنسوا تشتركوا بقناة مزاج وتوصل الفيديو للـ 200 ألف لايك وتحتاج في التعليقات أحتاج تكتبوا لي اسمكم بالكامل وأنت من أي برد طبعاً لا تنسوا تشتركوا بقناتنا أنا ومسوس واحد اتنين ثلاثة حبوا نفسكم باباواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواوا المترجم للقناة